رفض محكمة الاحتلال العليا التماس أهالي مسافر يطى جنوب الخليل والقاضي بهدم وتهجير 12 قرية بحجة أن أراضيها حيوية لتدريبات جيش الاحتلال وبعد إعلان أهالي المسافر رفضهم لهذا القرار وتمسكهم بأرضهم تصاعدت وتيرة الأعمال العنصرية الاحتلالية كان آخرها مصادرة مركبات المواطنين بشكل يومي في هذه المناطق الحديث عن سياسة تهجير في مسافر يطى ولكن التهجير الذي بدأ فعليا على أراضي مسافر يطى دعنا نطلق عليه التهجير الصامت بحيث أن عملية الضغط على المواطنين باتجاهات عدة أبرزها العمل على الجدار القائم حاليا في أقصى شرق مسافر يطى ومن هناك أيضا ضغط الاحتلال على المواطنين بحيث مصادرة المركبات على مدار أسبوعين وليس فقط أربعة أيام كان آخرها ليلة أمس مصادرة مركبة لأحد المواطنين من قرية جنبة وهو عزيز ربعي هذه الإجراءات لم تقف عند حد جيش الاحتلال الذي يواصل عمليات الهدم والإختار والاعتقال بل تصاعدت أيضا في اعتداءات المستوطنين الذين يكثفون اعتداءاتهم تحت حماية جيش الاحتلال بهدف الضغط على المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم والله اعتداءاتهم صعبة بجونا في النهار بجونا في الليل بيخوفوا الاطفال بيزعجونا بدهم إينا نطلع من البلاد وإحنا مش رحيين نطلع من البلاد لو مكتلين من جلدتنا مش رحيين نطلع أخذوا أولادنا واخذوا جزاننا واخذوا أراضينا واخذوا شجارنا وكل شيئنا عشان إحنا نميل ونطلع بس إحنا مش رحيين من البلاد نطلع وهي أولادنا باستجنوا استجن لهم شرح وإن شاء الله الله بفيك أسرهم قريب الشيخ فضل الرابعي نموذج لهذه المعاناة اليومية في قرية لتواني بمسافر يطا حيث هدم الاحتلال له منزلا قيد الانشاء لابنه الأسير الذي يستعد للخروج من سجون الاحتلال 12 قرية إذا برحولها مصيبي يعني هذه فيها 52 ألف دلم يعني أنا بقول هذا السلطة تستولي عليها أولى من اليهود سوف يصير ثلاث مدن فيها السلطة يعني سلطة الفلسطينية تستولي عليها وإذا برحل هؤلاء الناس الـ 14 قريي والله مصيبي صار عندنا حباط يعني هيا أنا عند الدار هذه بنيت الأسير في السجن الوحين ثاني وشهرين بنيت له إياه مشان يطلع يستقبل يجيش في داره ويتريح في داره فأنا أعطوني اختار اختار وقف عمل هذه الاعتداءات والإجراءات العنصرية الاحتلالية المتواصلة تسعى لتهويد مسافر يطا والبادية بشكل كامل لصالح توسيع تسع مستوطنات مقامة على أراضي المواطنين بالمنطقة ارتفاع وطيرة الاعتداءات العنصرية الاحتلالية في هذه المناطق تهدف إلى تهجير المواطنين من أراضيهم والذين يرفضون هذه القرارات ويتمسكون بأرض آبائهم وأجدادهم ساري العواوي تلفزان فلسطين لتواني جنوب الخليل